حصل القرار الغربي الذي رعته السعودية والإمارات وقطر وإسرائيل على تسعة أصوات بينما عارضته روسيا والصين وبوليفيا وامتنعت كل من مصر وكازاخستان وأثيوبيا عن التصويت القرار يمنع سفر شخصيات سورية ويفرض عقوبات عليها وعلى كيانات رسمية ويمنع تزويد سوريا حتى بالأسملة الزراعية وبطائرات هلوكوبتر وقطع غيارها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وردت الولايات المتحدة بالتصميم على فرض عقوبات أحادية روسيا فندت أسباب رفض القرار وربطت الموضوع بمحاولة تغيير النظام في سوريا بشتى الوسائل مصر أيضا وصفت القرار بأنه مسيس ولا يستند إلى أدلة إلا أنه للأسف تجاهل لأسباب غير مفهومة أحد أهم الأركان الرئيسية التي أشرت إليها وهي الأدلة سوريا انتقدت لجنة التحقيق المشتركة التي تجاهلت 87 رسالة تتضمن معلومات موثقة عن دول قدمت مواد كيميائية للمجموعات المسلحة ما هي الجدوى الاستراتيجية وراء استخدام السلاح الكيميائي ضد عدد محدود من المسلحين لا سيما وأن الأسلحة التقليدية تؤدي إلى نفس النتيجة وأكثر لم تتوقف الدول الغربية عن استخدام كافة الأسلحة التي بحوزتها من أجل الضغط على سوريا وتغيير المعادلات فيها وهذا ما فعلته عندما طرحت مشروع قرار تعلم سلفا أنه سيواجه بالفيتو فقط من أجل إحراج الآخرين نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين